مع تصعد حدة هجمات الميليشيا على المدنيين في تعز تراجعت نبرة الحديث عن مشاورات الكويت وهو ما قد يدفع بأصوات الحرب للارتفاع مجدداً وربما أكثر حدة من قبل خصوصاً وأن التحالف الذي تقوده السعودية هدد في وقت سابق بيعادة النظر في التزامه بالهدنة المعلنة بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً جديداً نحو نجران السعودية كما تحدثت مصادر عسكرية عن حشود كبيرة للجيش الوطني في مأرب لإسناد القوات في مديرية نهم شرق العاصمة صنعة مضى على المشاورات نحو شهر ونصف تقريباً ولم يترتب على الجانب السياسي أي اتفاقات ما عدا الحديث عن ملف المعتقلين الذي كان من المقرر أن يطلق سراحهم قبل رمضان لكنه على ما يبدو بات هو الآخر خارج حسابات الإنجاز بعد تعثرات في طريق المشاورات حولت إسماعيل والد الشيخ من راعي مشاورات السلام إلى مجرد مبشرين بمجرد تفاهمات فقط وليست حلولاً ناجعة ومع استمرار عقد جلسات المحادثات المنفصلة والمباشرة استمرت المواجهات العنيفة وبنفس الوتيرة في محافظات شبوى والجوف البيضاء قتل خلالها العشرات كما ظلت المواجهات واختراق الاتفاق من قبل الميليشيا في تعز الآمال ضعيفة في إحلال السلام مع الجماعة الإنقلابية التي حاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ الترويج لها خلال أسابيع مضت وربما يتأكد ذلك مع زيارة ناطق الجماعة الإنقلابية الرياضة مجدداً بطريقة مفاجئة وأيضاً رسالة وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالب فيها باتخاذ موقف عاجل إزاء الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح في تعز وكان ممثل الحكومة وعلى لسان رئيس الوفد تلقى وعوداً دولية بأن يتم إيقاف الحرب بشكل كابل قبل حلل شهر رمضان فالواضح غير ذلك الآن وما يجري على الأرض غير ما يدور في أرويقات السياسة فجملة الصعوبات التي تعرقل مشاورات الكويت وأبرزها التصعيد الميداني خيب آمال الملايين من اليمنيين المسحوقين بالحرب والجوع بالانفراج وإحلال السلام ولكن يبقى الرهان على قدرة المجتمع الدولي خصوصاً الإقليمي على ممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على الجماعة الإنقلابية وحليفها الرئيس المخلوع لتقديم تنازلات تساعد على وقف هجمات الميليشيا ضد المدنيين واستئناف العملية السياسية